تشهد كاتدرئية نوتردام بباريس اليوم أول قدس لها بعد الحريق الضخم والذي تعرضت له قبل شهرين وأدى إلى تدمير الكثير من كنوزها التاريخية يأتي هذا فيما أكد وزير الثقافة الفرنسي أن سقف كاتدرئية نوتردام مهدد دائما بالسقوط بعد سلام 10% فقط من أموال التبرعات وضحنا أن الكاتدرئية الباريسية في حالة هشة منوها إلى احتمال انهيار الثقافة في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر